ندخل على التحكيم نقول بعد غياف فترة 52 يوم ودي المفاجأة محمد عادل يقوب بعد 52 يوم لم يدير أي مباراة لم يدير أي مباراة كابتن أيمن لم يدير محمد عادل الركز بس عشان دي الكلام دي هنحتاجه من الجولة 25 لحد النهاردة لم يدير محمد عادل أي مباراة كحاكم صفور بدون أسباب لما سألت يا جماعة أنا استغربت أنت عارف الفضل دي كان يوم كابتن أيمن؟ 52 يوم أنت نهاردة جاب محمد عادل نهاردة على المباراة صعبة جدا 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 52 يوم محكمش صفار نتكلم على شهرين تقريب بالضبط حكم فار 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 لما هذا حكم دولي وانت مدخله على المباراة صعبة جدا وعلى سلم الترتيب نادي الأهلي نادي مودرن فالنهاردة طب قلني بالله عليك النهاردة لو لقدر الله هذا الحكم لم يوفق مين مسؤول مين مسؤول؟ هتيجي تقول لي ولك أنا مش أنا ما بلعبش هقول لك أنا ما بلعبش ولكن عايزه يقولي النهاردة لو ربنا كرمه النهاردة وفقه هيبقى وفقه نتيجة خبراته الحكم زي اللعبة كابتن أيمن صحيح لو أنت بتبعدني عن ملعب برجع مستوي فبنقول من أسبوع 25 إزاي ملعبش أنا حتى سألت وأنا حتى لما برجع حسياتي برجحها قلت احتمال يكون مسافر أو احتمال يكون موقوف لا مش موقوف ولا مسافر ده لعب ستة وعشرين سابعة وعشرين وثمانية وعشرين نتمنى النهاردة محمد التوفيق في المباراة صعبة تحكمينه ويدرك ذلك أنه حكم مصنف في الكاف ويدرك أهمية المباراة نروح لتاكم التحكم عندنا أحمد أبو الرجال واحد من يعني ضمن أفضل حكام المساعدين أبو الرجال مساعد رقم واحد وسامي هلها لطبع المصنفين في أفريقيا النهاردة هو التعينة بأمانة كويس أوي على مساو كويس أبو الرجال سامي هلها لإبراهيم محمد حكم رابع وعندنا محمد سوني هو على الفار وعندنا الشيف عبدالله في كلم كتير بس أنا عارف أنه وقت الوقت دي ولكن أيضا بتكلم على إبراهيم محمد حكم الرابع دمعا من فضلكم إبراهيم محمد أنتم لعبتوا مشات في الدور الممتاز وصفار ما ينفعش تحطوه كل شواء رابع يعني أنه نهاردة إبراهيم محمد بيرعب فوق الواحد وعشرين ماتش رابع لا ما في حكام تانية إدوها إدوها إنتوا ساعدتوا ولقبل كده ماتش إلى الأهلي إنما لإبراهيم ملعب 22 حكم ماتش رابع يا كابتن كتير قوي طبعا كتير تبعدوا يعني رابع إيه يعني رابع يا كابتن يعني خلينا حتى نتكلم من ناحية مش عارض أقول من ناحية المادية لأنه في حكم ما بتلعبش صحي لما النهاردة راجل بيع على 33 مباراة كتير سواء كان حكم رابع أو حكم صفارة تفاصيل كتير جابتنا عاوزين حلقة كاملة للتعيينة ولكن بنقول النهاردة الخلاصة 52 يوم للحكم أي حكم مكون صعبة لو النهاردة ربنا وفق محمد عادل أكيد هيبقى موفقه نتيجة خبراته نتيجة اهتمام وتركيزه طب النهاردة لأقدر الله حصل حاجة هتكلم مين تقول مين ما انت لما عادوا وقالك 52 يوم ما انت لما بتلاقوش وقالك 52 يوم أموما يعني دايما وقابلا المساندين التحكيم كانت نايمان من خلال حضرتك ومن خلال قناة نتلأهلي نفسنا النهاردة نشوف تحكيم أفضل من المباراة السابقة نفسنا كمان مباراة بيريميز ونقول من خلال حضرتك لجما احنا عاوزين تقم تحكيم مصنف في النغبة فيه فلوس بتدفع هتقولنا تقم تحكيم مصنف حتى الناس هنا لو في عندهم حاجة ممكن الحكام عندنا هنا تتعلم حاجة أو تاخد حاجة شكرا جزينا كافتان ناصر شرفتنا وولينا القاء مرة أخرى ان شاء الله بعد نهاية المباراة وان شاء الله ان شاء الله